أنهت البرطة المصرية التعاملاتي جلست اليوم على انخفاض للمؤشرات بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين بينما اتجهت تعاملاته العرب والأجانب للشراء سجل رأس المال السوقي لأسهم شركة المقايادة بالسوق مستوى 720.4 مليار جنيه ذلك وسط تدولات بلغت نحو 4.9 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد هبط مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 30 من 100% ليغلق عند مستوى 11.403 نقاط كما تراجع معشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 96 من 100% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة انخفض معشر اي جي اكس 100 بنسبة 81 من 100% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة